تعتبره اثيوبيا اساسيا لتنمياتها فيما تعتبره مصر تهديدا وجوديا اما السودان فتحذر من مخاطره الكبيرة على حياة الملايين في جديد الازمة تفرض وديسة بابا الامر الواقع على دولتي المصب باعلان رئيس وزرائها ابي احمد اكتمال الملء الثالث لخزان النهضة على النيل الازرق بعد يوم من اعطائه الضوء الاخضر لتشغيل توربين ثان من بين ثلاثة عشر وعلى مقربة من السد اكد ابي ان بلاده لا تسعى لالحاق الضرر بجيرانها داعيا لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام يصعدني اعلان اكتمال الجولة الثالثة لملء السد وصلنا الى ستمائة متر وهو اعلى بمقدار خمس وعشرين مترا من التعبئة السابقة اؤكد لكم ان النيل ليس لايثيوبيا فقط انه للعالم باسره مصر والتي احتجت في يوليو الماضي امام مجلس الامن الدولي على خطة اثيوبيا لمواصلة ملء السد النهضة احاديا يعتزم برلمانها عقد جلسة طريقة اليوم دون اجندة واضحة فيما يتوقع ان يتمخض عنها اما تعديل وزاري واما خطوة جادة لحسم ملف السد الخرطو من جهتها وعلى لسان رئيس اللجنة الفنية للتفاوض في ملف السد النهضة مصطفى حسين اكتفت بالقول انها ستتخذ الاجراء اللازمة بالشان وربطت السودان هذه الاجراءات بمدى تهديد الملء لسلامة خزان الروسيرس او التأثير على الري في المشروعات الاخرى مؤكدة تمسكها بمواصلة التفاوض بالية تمكن من الوصول الى اتفاق ملزم بين الاطراف ثلاثة تحت رعاية الاتحاد الافريقية المفاوضات التي اشارت لها الخرطوم لم تسفر حتى الان عن اي اتفاق فاثيوبيا تسعى لمضاعفة انتاج الكهرباء من خلال النهضة وبفترة قصيرة فيما تجدد مصر والسودان مخاوفهما من ان يضر السد الاطخم في افريقيا بامداداتهما من الموارد المائية